المهم اه وين حبسنا الاخطرة اللي فاتت حبسنا في فرعون فرعون كي كان يتوب نالي يضربوا ربي بالجران وتفوح الدنيا والحق الوحدة الفراش وهو ايا تاب ايا عاية الموسى وخوه هارون هارواحو ايا خلاصاني والله ما زيد نعاود ايا قولوا لو نحنا رب الجران مام الفراش ايا موسى يروح يدعي ثم ثم ربي يقولوا اوكي الجران قاعد يموت سير بلاس بعد يلموه يباليوه يديرو كومات كومات ويقعد يقعد وكاك مرمي وكاينتن المهم مصر هذي كلها جيفة ثم بعد ان موسى البعوض هيا البعوض هيا الفيرقلا هيا الفيرقلا هيا اللي قالوا ويزنشار وكل ما يدير هدى يهوى يدير هدى عظيمة هكاية يبدأ يحلل فرعون يروح الموسى يقولوا يرحمني يعاود يسمح له ينحي هذي في المعجيزة ويزيد يقسي يقسيله قلبه كل ما يتصر معجيزة ويبدأ يحلل يزيد يقسيله قلبه بش يبقى دائما يخشن في رأسه بش يبقى يهوى يدير في المعجيزات التاعه ثم بعد نصلوا الوحدة الضربة اللي هي الضربة تليا قاع اللي عليها ويخرجوا يطلق يطلقهم من مصر اللي هي الضربة الكبرى اللي هي موت موت ليلة من الليالي بعد مصر وقاع هذا المعجيزات ملاك موت البكر الملاك انتاع الموت انتاع البكر انتاع اي اي فاميليا عندها طفل كبير الول يعني تيني هذا كيموت ويضرب بها يهوى كل المنازل اللي فيها طفل كبير يموت يأمر يهوى موسى وهارون باش يروحوا ايه لازم هم يديروا طقس من الطقوس باش يسلكوا من هذا المالك تاع الموت ما هو الطقس هذا ليه يتذبحوا ذبيحة adds المهم ذبيحة خروف داعام بيناني يحكموه يتذبحوه يقلوه اليسلخوه ويأكلوه يباتوا ويأكلوPhil الحم حتى الصباح المهم يضربوه هذا اللحمه هذا ما لازمش يكون يضربوا المشوي والصباح يلموا هذك العظومة وشي اللي قعد هذك قاع ويشعلوا فيه النار يحرقوه يديروه محرقة وهذا هو يوم يوم الفصح انتحهم يوم الغفران انتحهم افار الحم للصبح وبالدم وش يديروه فتاعة الذابيه يديروه فليبورت انتحهم فليكوتي ويديروه في العتبة تاعة الدخلة عتبة الفقانية يديروه الدم علىه بشكي فوت مالاك هذك المالاك هذك ما يشوف الدم في ذوك الديور ما يديلهم والو ما يقتلهم شو ولادهم وما يضربوا في المشوي والاخرين رام يبكي وولادهم رام يموتوا هذا الليلة يقولوا عليها العيد انتع خروج بانو اسرائيل هذا هو العيد عيد الفصح يجي يجي في الربع هو الدخلة على الربع عندهم سبع ايام كاملا ذوق نقراه سنانا نقراه نعم هذا الربع نعم هذا الربع نعم كاملا نعم كاملا هم يضربوا في الفطير 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 سبع ايام ما لازم همش يأكلوا الخميرة المخمارات حرام الخمير البرة مام البرة بالخميرة وحرام كاشف هذه السبع ايام 14 يمجور يحكم خروف وين حبسنا خطيفاته ارض جاسان فقال له موسى عند خروجي من المدينة ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود هناك يحبس الرعود والتبروري واما انت وعى بيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا مأبام موسى كراح دعالوا قالوا بصح نعرفكم ما تحشموش قالوا بلي الكتن والشعير راو ضربهم ضربهم التبروري تكسروا وراحوا فيها فصح الحين طاري سلك القمح سلك هو القطاني ما ضربهمش بسكو جورو طار فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب فانقطعت الرعود والبرد دقاونا ولكن فرعون لما رأى ان المطر والبرد والرعود انقطعت يا اخو يا عاد يخطئوه واغلظ قلبه هو وعابده عاود خشن قلبه خشن راسه فاشتد قلبه فرعون فلم يطلق بني اسرائيل كما تكلم الرب عن يدي موسى اه ندخل الى العاشر الاسحح العاشر ثم قال الرب لموسى ادخل ادخل الى فرعون فاني اغلطت قلبه وقلوب عبيده لكي اصنع اياتي هذه بينهم ولكي تخبر فيما سامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر انت هنا يقول موسى لازمك تخبر ذري تكلا بالشي اللي فعلته انا في مصر بآياتي الجران الناموس وبآياتي التي صنعتها بينهم فتعلمون اني انا الرب اسمكم تعرفوا بالنواة ربكم فدخل موسى وهارون الى فرعون وقال له هكذا يقول الرب اله العبرانيين الى متى تأبى جسكا كونت يغفوز وتخضع فاشتطلق شعبي بش يجو يعبدوني فانه ان كنت تأبى رك لو كان سيتو غفوز انكور فاشتطلق الشعب ها انا اجيء غدا بجراد على تخومك الجراد فيغطي وجه الارض حتى لا يستطعوا نظر الارض ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البارد ما انتهى الشي اللي يسلك تعال الحنطة واليقطان واليقطين في القطاني في البارد هذو كل يسلكوا يأكلهم الجراد ويأكل جميع الشجر ما مصجر يأكلهم الجراد النابت لكم مصجر ليرا ونابت لكم ثاني يأكله الجراد من الحقل ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيتك وبيوت جميع المصريين هذا الجراد يعمر قاعد ديور تواكم الامر الذي لم يره آباؤك ولا آباء آبائك منذ يوم وجدوا على الارض الى هذا اليوم ثم تحول وخرج من لدن فرعون اتخل ليه اطلق عليك يهوى الجراد وجه خارج فقال عبيد فرعوني له ليس اسكلاب تاع فرعون قالوا الفرعون الى متى يكون هذا لنا فخا اطلق الرجال يعبدوا الرب الههم الم تعلم بعد ان مصر قد خربت الفرعون قالوا له اطلق اطلقهم يروحوا يذبحوا يعبدوا ربهم هذا يا مصر راي تقلبت راي خنزت فرد موسى وهارون الى فرعون فرد موسى وهارون الى فرعون عودوا ارجعهم اصطرق ارجعوا فقال لهما اذهبوا اعبدوا الرب الهكم ولكن من ومن هم الذين يذهبون ايا روحوا تعبدوا ربكم سحشكون هما اللي رم رايحين اللي لازم يروحوا فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا لان لنا عيدا للرب ديرانا نروحوا بينا بولادنا بابناتنا بشيوخنا بلغنم بل بقر بكل شيء فقال لهما يكون الرب معكم هكذا كما اطلقكم واولادكم انظروا ان قدام انظروا ان قدام وجوهكم شرا ليس هكذا شي هكذا قلوا لا 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 طلقك شناية تروح تاولادكم لا 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 ليس هكذا اذهبوا انتم الرجال رحوا غيرتم الرجال برك اذهبوا انتم الرجال واعبدوا الرب لانكم لهذا طالبون فطوري دام لدني في العون قال لهم تروحوا غيرتم الرجال ليس تروح تددي معك هالغاشي رحوا غيرتم الرجال ركعوا له ركيعات والسجدوا له السجيدات والذبحوا له خرفانات وارواحوا رانهناء وحاوزوا وحاوزهم ما يروحوا تربحوا ثم قال الرب لموسى مد يدك على ارض مصر لاجل الجراد ليسعد على ارض مصر ويأكل كل عشب الارض كل ما تركه البارد فمد موسى عصاه على ارض مصر فجلب الرب على الارض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولما كان صباح حملت الريح الشرقية الجراد جاء الجراد بدأ يحط 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 نصب بيانكم من الفوق بعد جاءت الريح الشرقية رفضت هذا الجراد هذا انطلق على مصر فصعد الجراد على كل ارض مصر وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك هذا الجراد يطح على مصر جامع يجي من قبله وموشح يجي من بعد سوف يعني كمو الزكزاجير الزكزاجير لسوفرانس تاع المصريين وغطى وجهه كل الأرض غطى قال وجهت على الأرض هذا الجراد حتى أظلمت الأرض كي طير وقاع تظلم الدنيا وأكل جميع عشب الأرض كلاق الحشيش وجميع ثمار الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر فدع فرعون موسى وهارون زدعيط لهم مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما هاني زد رديقا وراني زد غلط والآن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط وصلى إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط نبدأ شوفوا ربكم هذا قولوا له قولوا له تكلمة شوية إن حالينا هذا المبات وراني غلطت فخرج موسى من لدون فرعون وصل إلى الرب فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد جات ريحة رفضة الجراد وارمته في بحر سوف بحر سوف لم تبقى جرادة واحدة في كل تخم مصر وخلاص ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم أنتظر بني إسرائيل عندهم الظو في الصحة المصريين قعدوا ثلثيا في الظلم فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب غير أن غنمكم وبقركم تبقى أولادكم أيضا تذهب معكم ما يروح ودي أولادكم والشيوخة والعجيز والنساء وروح وقع بس على الغنم والبقر يبقى علاش هو فرعوني لي انتليجون لي باكون ثمكم تقولوا بلي حين تعبدوا ربكم ايه داكر وتحاوز تبدي لي الشعب لي وخدام لا ماندبر ايه وعلاه وعلاه تدي هذا الشعب هذا ياه عليك حب تديه لي الشعب هذا ياه يسحة أراكم راحين تحب تعبدوا ربكم ايه يروح وغيرتوا من الرجال لا لا نضربوك بالجراد لازم قاع اوكي ياكم حابين تروحوا وجايبين للجراد وقاعدين تسحروا تي صحة روحوا تماما وولادكم بس على ما تديوش الغنم والبقر الغنم والبقر لا تديوهم يسمع راكم هاربين إلا تروح انت وولادك وخالتك ويمك وبابك وعمك وقعك ما راكم داكر بس على الثاني تديو الغنم والبقر والبيطاي لا لا ذاك الخير تعال البلاد يقعد بش نحلبوهم تشربو الحليب لا كدية معاك الغنم بتاعك سي محمد يسمع راكم قلع فرعون تحلبلو فاقلو باللي موسى معاوليه رب الشعب هذا يا سينو علا تديو الغنم والبقر معاك فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا وعبدوا الرب غير ان غانمكم وبقركم تبقا غنم والبقر يقعدوا اولادكم ايضا تذهب معاكم ما يروح ادي ولادكم وروح ماليش فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا قالوا لازمنا نطلعوا معنا الغنم بتاعنا علاش لازم من تالي تعطينا ذبائح ومحرقات نو احنا لنديو معنا الذبائح التوعنا بسكوح احنا الذبح وربنا فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا فتذهب مواشينا ايضا معنا لا يبقى ظلف لاننا منها نأخذ لعبادة الرب الهنا ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي الهناك حتى ما لابناش حراح ينذبح لهذا الرب قادر يدومون دي 100 200 700 50 بقرة و20 نخروف ما لابناش دونك نديو كلش كل شي نديو كل شي باش مانريسكيوش يعني يستغفل فيه يعني قاعد ولكن شدد شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ ان يطلق هم وقال له فرعون اذهب عني احترز لا ترى وجهي ايضا انك يوما ترى وجهي تموت ايا رح بعدني قال له ما زيد شوفي ما زيد نشوف فيك فقال موسى نعمة قلت انا لا اعود ارى وجهك ايضا قال له اعمل تمليح مما انا مش حاب نشوف ثاني رب واجهك الاسحال حداش ثم قال الرب لموسى هنا يضرب الاخير هنا ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا قال له شوف يبقى الضربة وحدة برك انا احنا هبطها على فرعون وعلى مصر كومبلي اي امور هولا غريط لكم احنا نقعر هذه الخطرة سيبو حمي غضب ربي احنا احنا تكلم فيما سامعي الشعب ان اسمع مليحة كيفاش جا يوم الفصح هذا كيفاش جا التقس الديني يعني شوف رجال الدين ويش داروا هذ اللاويين هذو ما موسى لاوي وهارو لاوي وممخدهم ما ممخدهم مريم مريم نبي نبي كما هما قال فامي انبي لفتك موسى نبي خوه نبي خوه مريم نبي شغل ريقروب مو فامي لفا كيد واحد نبي يقع فاميت لانبي يكلم فيما سامعي الشعبي ان يطلب كل رجل من صاحبه ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فظة وامتعة ذهب ذهب ان اتها قل للشعب يسلف من عند المصريات الفضاء واذهب وبعد وش يقول لك اسمع مليحة واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين انت ربي راهوا مد واحد الواسامة في هذا الشعب الاسرائيلي راهوا يحب المصريين يحب يموت عليهم ربي مد المحبة هذه هل يسلف من الفضة والذهب يعطي لهم ما يبخ لهم ويحب وإعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين يا ليلي يعين وأيضا الرجل وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر كانوا يحبوه المصريين في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب وقال موسى هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر معتنا موسى نخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر أو راح يموت شاك أمفون إني ليني دو شاك فامي ورح يموت من بكر فرعون الجالس على كرسيه معنت مولد فرعون إلى بكر الجارية التي خلف الرحة وكل بكر بهم معنتها الموت هضح يبدأ من ليني دو فرعون لقاعدة الكرسي تا الملك حتى البكر الجارية التي خلف الرحة معنتها الجارية ذك لترحي الإسكلاف لتخدم هذه ولدها يموت ثاني وكل بكر بهيم شاك نيمال البكر تا تا ولا دو يموت ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا ما كان شو موشح يكون العياط العياط كبير وانواح وبكاة المصريين على المصريين على أولادهم ولكن صف ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم ما يلحق لهم شو الشر هذا يا لا إلى الناس ولا إلى البهائم ما يلحق لا للناس لا للبهائم عند بني إسرائيل بركة لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل الرب يميز يميز بين المصريين وإسرائيل فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك وبعد ذلك أخرج ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب هنأدخل هدد فرعون يعني وإسرائيل قلوا بلي أو رح يموت الأبكار وتسجدوني وتقولوا لي أخرج وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر وكان موسى وهارون يفعلاني كل هذه العجائب أمام فرعون ولكن شد شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه أنت الرب رايح ويزيد شدد في القلب فرعون ما حبش يطلقهم وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا إسعى 12 هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهو لكم أول شهور السنة كلما كلم أهدروا معا كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر أنتها لديس لديس مارس لديس مارس ولا لديس أفريل الربيع كي يدخل الربيع كلم كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر العاشر العاشر يأخذون لهم كل واحد شات كل واحد يحكم خروف بحسب بيوت الآباء شات للبيت كل بيت يحكم شات خروف وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفؤا لشات يأخذ هو وجاره القريبة من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب حسب تحسبون للشات لازم تكون كي ناشات خروف بش نذبحوه تكون لكم شات صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز تتحكم خروف تتحكم خروف تتحكم خروف من هذا الشهر ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية مع العشية كل دار تذبح الكبش التحا ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين يرفضوا شوية دم من هذا الذبائح ويبنتلوا به القائمتين لدقوتي تاعة الباب والعتب العليا تاعة الدار والعتب العليا في البيوت التي يأكلونه فيها معنى تاعة داخل دوق الديور يأكلون الحم هذا ويأكلون اللحمة تلك الليلة مشويا بالناري يجب يكون مشوي بالنار مع واش مع الفطير مكنش الخميرة ممنوع مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكل منه نيئا ما تأكلوش الحم اللي مشي طيب أو طبيخا مطبوخا بالماء نو بل مشويا بالنار مشوي بالنار تبعهم لي البوزلوف رأسه مع أكرعه البوزلوف وجو فيه جو فيه متى مصار أن الكبد القلب الغرنوغ توسكي على الانتيريور ولا تبقوا منه إلى الصباح ما لازم يقعد والوالو للكومبليوت ما تأكلو في اللحم والباقي اللي يبقى منه الصباح تحريقونه بالنار هذا هو الطقس اللي قاعد يطلب فيه يهوى من عند موسى هكذا يقول الشعب يعني وهكذا تأكلونه أحقاؤكم هايو كيف اشتاكلوا هذا الحم هذا تبعهم لي أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب فصح هذا هو عيد الفصح هذا الحم تكلوه ربي لازم تكونوا لبسين حويجكم لبسين سبابتكم رفدين العصي بتاعكم بتاع واحدة وخارج بتاع واحدة ورايعة فالضرب الحم هذا يا برسكو يطريق طويلة السنة فيكم وتأكلونه بعجلة لازم تأكلوه ربي فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وهذا الليلة برسكو أنا حنفوت وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب أنا حنفوت ونقتل قال الأولاد الكبار بتاع الفراع الفراعنة ويكون لكم الدم علامة على البيوت والدم هذا اللي درتوه في البيبان أو راح يكون كنسيني بل اللي تمركم هنا فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر هم سي كنسيني 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 مرتز قرام جايين وبش يقتلو ناس آه كي لحقو سيبو الدور اللي فيهم الدم ما يدخلو لهمش صار لما فيها يدخلو يقتلو يقتلو الطفل الكبير آه آه ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية فريضة أبدية يسمى هذا هو العيد الكبير هذا هو العيد الكبير يسمى ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية سبعة أيام تأكلون فطيرا سبع أيام وتمضربوا في الفطير اليوم الأول تعزلون الخمير تنحيو الخميرة من بيوتكم فإن كل من أكل خميرا ليكل الخميرة في السبع أيام من نهار الأول إلى اليوم السبع تقطع تلك النفس من إسرائيل النفس التي تكون الخميرة السبع أيام هذه النفس تقطع من بني إسرائيل تخرج من الملة ويكون لكم ويكون لكم في اليوم الأول محفى المقدس وفي اليوم السابع محفى المقدس لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس فذلك وحده يعمل منكم أنت غير الماكلة مكاش خدمة بشوف باللي الناس كانوا خدامين في مصر كانوا يبنيوا وكانوا يخدموا الأرض وكانوا في اللاحين وكانوا لبس عليهم جاءوا لهم رجال الدين ديتورنوهم نحاوهم للسيد بشي طلعوهم مش بشي خدموا نو بشي بقوا يذبحوا في الغنم والمشوي المشوي الباربكيو اسمه رجال الدين ديتورنو شاب وطلعوه بشي طيب الغنم اللي يرعاوا بها يسمى يتمشها ويرعا ويطيب ويضرف اللحم ما يخدمش يترافايبا اسمه دارولو ان كو ديطا يسمى اللويين داروا كو ديطا الفرعون وسرقوا لوا شعب كومبليت دواه وطلعوه معاهم بشي وتحفظون الفطير لاني في هذا اليوم عينه اخرجت اجنادكم من ارض مصر فتحفظون هذا اليوم في اجيالكم فاريضة ابدية تضربوا الفطير في سبعيام في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر تطرز يمجور من الشهر ليلة البدر يعني تأكلون فطيرا الى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء سبعة ايام لا يوجد خمير في بيوتكم خمير ممنوع فان 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 كل من اكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة اسرائيل الغريب مع مولود الارض لا تأكل شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطير تضربوا غير خبز فطير ممنوع الخبز المخمر البر اللي فيها الخميرة كل المخمرات انتردي الخمر ممنوع فدعى موسى جميع شيوخ اسرائيل وقال لهم اسحبوا خذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح وخذوا باقة زوفة وغمسوها في الدم الذي في الطست الطست هو الطاصة على الدم ومسوا العتبة العليا دخلت على الدار لديكورتي يعني القائمتين لديكولون بالدم الذي في الطست الطاصة يعني وانتم لا يخرج احد منكم من باب بيته حتى الصباح واحد ما يخرج من بيته فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدعي المهلك يدخل بيوتكم ليضرب وتحفظون هذا الامر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد يوم الفصح هذا يعني ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة تقعدوا دايما تديروا في ذلك العبسة ما تحبسوها ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة للرب ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا فخر الشعب وسجدوا ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهمة كار البكر تاع البهيمة تاع الملك وتاع الشعب والإزيسكلاف والحيوانات وكار كل شي مت الابن البكر مت فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صراخا عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت فدع موسى فدع موسى وهارون ليلا وقال لهما قوموا خرجوا من بين شعبي أنتما وبن إسرائيل جميعا واذهبوا عبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركون أيضا وألح المصريون على الشعبي ليطلقوهم عاجلا من الأرض تيخرجوا ذرك 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 توتسويت هذه أبريم أمات ولادهم المصريين راحوا الفراعون تطلق علينا تطلق علينا خليهم يروحوا هذا هذا ربهم وعر هذا كلش كلش غير ولادنا لا لا بش يموت ولادنا نو فحمل الشعب عجينهم كانوا دينين العجين وبويسك ما كفاتهم شبش يتخمروا فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر وما عجينهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم رفدوا العجينة على الخبز في أكتافهم وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا فيما قالهم موسى زادوا سلفوا هذا الشي هذا وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين فمش تلنا كيف هم يقولوا الفرعون يودي جري جري خرج علينا الشعب هذا الشانواغ هذا خرجوا علينا وأمم طو يعطي لهم في أعيون هم يقولوا يحبوا الإسرائيليين وأمم طو راح ينسلفوا لهم الفضة والذهب على سير بلوس ما قالهم شرجعوا لنا الذهب والفضة تعنا على ضربوا عليهم من نحو فحمل الشعب وعجينهم وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة الذهب والثياب وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم سلفوا لهم فسلبوا المصريين سرقوا المصريين فارتحل بنو إسرائيل من رعم سيس إلى سكوت نحو ستمائة ألف ماشي ستمائة ألف من الرجال عدى الأولاد سيسون ميل سيسون ميل وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا زادوا طلعوا الغنم متاحهم معهم وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطير إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر يعني تكيطيبوا العجين هذا خرجوا لهم في طير فرسكوين ما كانش عندهم ما صابوش الوقت باش يخملوه رفدوه فوق ضعورهم وطيبوه في الطريق ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا ما طيبوش رواحهم الماكلة وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة عاشوا في مصر مليجا يوسف وكان عند نهاية أربعمائة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر نبدأ الخروج هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر هذه الليلة هي للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح كل ابن غريب لا يأكل منه هذا المشوي هذاك ما يأكلش واحد إطرنجي منه نو ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه ماكلة هذه الفصح المشوي ما يأكلش منها واحد عبر إطرنجي يأكل منها لإسكلاف تاعك لشريه بالفضة لازمك تختنه لإسكلاف بتاعك باش يأكل ما الفصح لما وش مخطن ما يأكلش النزيل والأجير لا يأكلان منه مثل البصاجي ولا لراه كاري عندكم ولا ما يأكلش ما الفصح ممنوع في بيت واحد يأكل لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج وعظما لا تكسر منه متى ما ترميش اللحم بره والعظم وقع لازم كل شي نحرق مع التالي أبريمتا كملت تعرف كل جماعة إسرائيل يصنعونه مشوي هذا وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليل يخطن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض وأما كل أغلف فلا يأكل منه يعني تغير لمخطن لمخطن برك وليقدر يأكل منه دونك قدس لي كل بكر كل فاتح ورحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي قال له كل شاك إني بكر من ذريتك ومن الحيوانات التعك فهو لي فقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية معناتها عيد الفسح هو ذكر الخروج عيد الفسح ليبدأ من اليوم العاشر من الشهر الأول الفسح هو عيد الخروج وقال موسى للشعب يذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا ولا ولا يؤكل خمير ممنوع الخميرة سبع أيام ممنوع الخميرة أنت هلا كنت معي يهودي وجاء هذا السبع يهودي الخميرة ما تعطيش يأكل حاجة مخمرة ما تنفيتيش على بر اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحوين واليبوسيين التي حلف لآبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا إنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر هذا الخدمة التي نقول لك عليها تذبح لي وتأكل غلف طير هذا الخدمة تديرها لي وأنا مخرجكم وديكم للأرض التي أعطيتها لأجدادكم نعطيها لكم أرض تفيض لبنا وعسلا سبعة أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب فطير يأكل السبعة الأيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك منحبش نشوف الخميرة عندك وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر فكتعلم أولادك ويكون لك علامة على يدك وتذكار بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر وتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة كل عام في هذا الشهر من العشر الربعطاش حتى الواحد وعشرين حتى الربع وعشرين من الربعطاش الواحد وعشرين ملكة طورز للفانتيا هذا الأسبوع مكاشر خميراء وعندكم الذابيحات بتتكلف الحم ويكون متى أدخلك الرب أرضك العنيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياها أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب ولكن كل بكر حمار تفديه بشات وإن لم تفديه فتكسر عنقه وكل بكر إنسان من أولادك تفديه أنت تذبح لوليدك اللي عنده بكر يذبح عليه خروف الرب العقيقة ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية وكان لما تقس فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر عن تابويس كان أشوف على جالكم بش أخرجكم من مصر أني قتلت أولاد الفرعونيين قاع شوف يا العبراني يا بنو إسرائيل لك شاكاني تذبح لي عندك طفل كبير تذبح على جاله تذبح عليه كبش فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين هنا يا كيف فرعون اطلق الشعب الرب ما حبش ما كانش نوي يوري لهم الطريق انتعبش يطلعوا الفلسطين مع أنها قريبة لأن الله قال لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف وصعد بني إسرائيل متجهزين من أرض مصر وأخذ موسى عظام يوسف فأخذ عظام يوسف فأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتسعدون عظامي من هنا معكم وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف البرية وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيئ لهم لكي يمش نهارا وليلا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب أنت رب يطلع معهم بنو إسرائيل كيخرجوا من مصر في الليل يتمش لهم سحابه في الليل يتمش لهم سحابه وفي الليل يتمش لهم كوم دلاليميار في الطريق ويونس فيهم وشحر ساعة 11 و 5 هذي كيان نحبسوا في الطريق المرة الجاية نكمل نحترموا الوقت وراكت